وَأَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَوْرُ وَلَمْ نَصَارَ حَتَّ تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ كُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَأَيْنِ اتَّبَعْتَ أَرُغَاءٌ بَعْتَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يدلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخزرون يا بني إسرائيل أذكروا نحمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وابتقوا يوما لا ترهي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربهم بكلماتهم فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يا لعاة الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأبنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طرر بيتي للطائفين أن طرر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإن قال إبراهيم رب جعل هذا أبدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفى فأمتعه قليلا ثم أعطره إلى العذاب النار ثم أعطره إلى العذاب النار وبكس المطير